في ظل الاحتفال بيوبيلها الذهبية تولي الإدارة العامة للمرور اهتماماً بالغاً بتأهيل كافة منتسبيها خاصة مع مباشرة الشرطة النسائية القيام بتسيير الدوريات المرورية ومباشرة الحوادث بكل كفاءة واقتدار ضمن الجهود المبذولة للارتقاء بالخدمات المرورية المقدمة للمواطنين والمقيمين تعمل الإدارة العامة للمرور على تأهيل وتدريب الشرطة النسائية في العمل المروري وذلك من خلال تسيير الدوريات المرورية النسائية ومباشرة الحوادث يتم العمل على استمرار تطوير دور المرأة وبخاصة الشرطة النسائية التي تمثل أنصراً هاماً في تقديم وتطوير الخدمات المرورية منذ تأسيس الإدارة على مستوى العمل الإداري والميداني والهندسي والقانوني والأنظمة الذكية والتوعوية وبدأت في 2004 الدخول في مجال امتحان تدريب السياقة جنباً إلى جنب مع أخوانهم من العسكريين وفي عام 2012 تم تدريب مجموعة من الشرطة النسائية على مباشرة الحوادث في مكاتب الإدارة العامة للمرور وفي عام 2018 وبتوجيهات سيدي سعادة المدير العام للإدارة العامة للمرور العميد الشيخ عبد الرحمن بن عبد وهاب آل خليفة تم بد في مشروع تأهيل الضابطات والشرطيات لتسيير دوريات مرورية لتنظيم الحركة المرورية لتكون اليوم شريكاً في جميع أعمال الإدارة العامة للمرور أن الإدارة العامة للمرور تصب اهتمامها في تقديم أعلى مستويات التدريب والتأهيل للشرطة النسائية لتقوم بأعمالها المختلفة في الإدارة بكل كفاءة واقتدار فالهدف الذي تقدم الإدارة أن تكون الشرطة النسائية شاملة وعلى صعيد العمل الميداني فالشرطة النسائية تتواجد اليوم في شوارع مملكة البحرين بجانب رجال المرور لتؤدي عملها بكل كفاءة واقتدار الشرطة النسائية تمثل الركيزة الأساسية في منظومة العمل المروري ليس على جانب العمل الميداني فقط بل كان لها دور كبير في تطوير الخدمات المرورية والأنظمة الذكية من خلال التصورات والمقترحات لتقدمها فالنتائج التي نشهدها اليوم ما هي إلا وليدة لتدريبات عديدة ودعم والرؤية المستقبلية التي وضعتها الإدارة العامة للمرور وتعمل عليها في تطوير العنصر البشري أولا بما فيها الشرطة النسائية أثبتت الشرطة النسائية في الإدارة العامة للمرور كفاءتها وقدرتها في أداء جميع المهام المنوطة بها بجدارة واحتراف حيث حظيت بإشادة وتقدير من أفراد المجتمع كافة إحنا فخورين جداً كنساء أن المرأة البحرينية اليوم تحتفل بمرور 50 عام على دخولها إلى المجال العسكري اليوم المرأة البحرينية صارنا نشوفها في المرور قاعدة تقول حركة المرور قاعدين نشوفها في المجال العسكري اليوم دعم مملكتنا الغالي وقيادتنا الحكيمة بدون ما كانت ترح تقدر المرأة البحرينية توصل لهذه المناصر تقنتها المجال يعني حال حال الرجل يعني ونحن نتمنى المرأة يعني نقولون التوفيق في مجالات أزد وازد تبقى مملكة البحرين سباقة في دخول المرأة في كافة المجالات العسكرية حيث حققت الشرطة النسائية نجاحاً بكل المقاييس ومنها مجال السلامة المرورية ترجمة نانسي قنقر